ونعرف آخر الأخبار إيه؟ دكتور علي مصلحي وزير التموين وتجارة الداخلية أكد أنه في حزمة للإجراءات الاستثنائية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية دي بتكون عبارة عن إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية اللي بتضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية اللي بتشمل أسرتين أو 3 أسر و300 جنيه لأكثر من 3 أسر وبتصرف من خلال بطاقة الدعم التمويني فقط وقال إنه الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجاً وبتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش اللي بيقل عن 2500 جنيه والفئة الثالثة مستفيدة تكافل وكرامة وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ودائما إحنا نتكلم في هذا الصدد يعني مظلة الحماية الاجتماعية قد إيه؟ بتتسع كل يوم عن الثاني وده لا يأتي من فراغ ده بيأتي من مجهودات بتتم على مدار السنين مجهودات تراكمية زي ما احنا بنقول كده احنا بنبني بيت النهاردة بنقدر نعمل حاجة بعده بنشوف مثلاً ملف تطوير العشوائيات بالتوازي بيتعامل الطرق والكباري بالتوازي بيتعامل المشروعات الزراعية هنتكلم النهاردة كمان دينا وقفة عن المشروعات الزراعية وطرق الري الحديث هنتكلم هنفتح النهاردة ملف الزراعة مع حضراتكو بشكل موسع لأنه دلوقتي كمان منظمة الزراعة والتغذية تابعة لأمم المتحدة بتتكلم على الإي أجري كولتر اللي هو الزراعة الإلكترونية هنحاول نحن نلقي الدوق على هذا الأمر الدكتور محمد الإيش هيكون معنا يشرفنا النهاردة وهنتكلم بكل تفاصيل عن ملف الزراعة اشتركوا في القناة